أشهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً ومرحباً لكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم اقرأ في الحلقات الماضية تعرفنا على شكل وصوت حروف من الألف حتى الشين ألف با تا سا جيم حاء خاء دال زال راء زاي سين شين تمام كده النهارة ان شاء الله تعالى هناخد حر صاد 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 تمام كده أستاذ المخرجنا بقى نروح على الايه على الصبورة تمام كده مشاهدين يا كرام قبل ما نبدأ الحرف الصاد وندخل في شكله وحركاته عايزين نشوف مراجعة سريعة لطفلتنا مريم حمدي ياريت أستاذ المخرجنا انه يجهزوا الفيديو ده بتراجع اولا بتقرأ صورة قلوة الله حد الإخلاص ثم بتقول حركات حرف السين نشوفها ونرجعلكم تاني اقرأ 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 ارحم كله والله احد الله الصمد نمد ولم يولد ولم يكن الله وكفر نحر سين فتحه سين سين ضم سور سين قصره سين سين سو سين أس 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 اقرأ 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 مشاهدين كرام احنا شوفنا دلوقتي الطفلة من منصورة مريم حمدي بس فيه تعليق صغير على صورة الإخلاص جاءت قلت كف ون سكينة الفاء بقول لها الفاء مش ساكنة الفاء مفتوحة مضمومة كوفو كوفو الفاء مضمومة من كده هي سكينة الفاء يعني استمر ولي الأمر يستمر معاها ويقرأها كويس ويأخذ باله من حركات الحروف ومضمومة مكسورة يأخذ باله كويس عشان ده قرآن ويتابع برنامجنا وإن شاء الله أحيب إن شاء الله فيه تحسن مشاهدين الكرام احنا عايزين نراجع مراجعة سريعه هي راجعت على الحركات بس برضو مراجعة سريع عشان ايه فيه مفاجأة النهاردة فيه طفلتين من مجموعة نور البيان حيبوا معانا نهاردة في نص الأخير من الحلقة إن شاء الله وتعالى عشان يغضوا بالهم من الحلقات اللي احنا كنا مشين على هزاز كان آخر حرفي معانا كان حرف الشين تمام كده كنا ايه حرف الشين احنا متعودين إن احنا نعمل ايه نسطر السبورة احنا مسطر السبورة دي ليه يا أستاذ يلا خليكم معايا قولوا معايا يلا احنا مسطرها ليه عشان فيه حروف بتنزل مع السطر فيه حروف ما بتنزلش مع السطر يلا مراجعة سريعة كده عشان حركة حرف الشين يلا حبيبي حلوني يلا معايا شين فتحة شاء تمام الله ينور عليك شين كسرة طيب شين ضمة طيب دي حركات ايه الفتحة والكسرة والضمة دول يا حبيبي حركات قصيرة برافو عليك يا تنمور طيب احنا عايزين نمد يا حبيبي الحركة القصيرة اللي هي الفتحة دي عايزين نمدها بايه الله ينور عليك نمدها بالالف نمدها بالالف ليه الفتحة بتحب يمد بالالف ومد بالالف بيحب الفتحة تمام كده الفتحة بتحب يمد بالالف ماينفعش مد الحركة القصيرة الفتحة دي واقول نمدها بالياء ماينفعش لابد يكون المد بالالف الحرف اللي قدامه يكون ايه عليه فتحة يبقى شين بعدها مد بالالف شاء حركة قصيرة شين فتحة شاء شين بفتحة؟ شا شين بعدها مدوا ألف؟ شا شين كسرة؟ شي شين كسرة؟ شي عايزين نمد الحركة القصيرة دي يا أستاذ نمدها بالألف؟ ما ينفعش بالواو؟ ما ينفعش يا أستاذ دي كسرة يبا نمدها بإيه ها؟ حد يقول معايا بالياء تمام كده؟ يعني ممكن أقول كده وممكن كده يبا نمدها بالياء تمام طيب والحركة القصيرة اتضم يا أستاذ نمدها بإيه؟ بالواو؟ برابو عليك يا تمور مش عارف الخط الكنتروف فصل ليه معايا تمام شين فتحة؟ شا شين بعدها مدوا الألف؟ شا شين كسرة؟ شي شين بعدها مدوا الياء؟ شين شين ضمة؟ شو بعدها مدوا الواو؟ شو طيب الشين الساكنة يا تمور بقى؟ يلا حبيبي يا حلوين كده نعرف انطقها لوحدها؟ ليه الله ينور عليك الحرف الساكن يا أستاذ حرف ضعيف حرف ضعيف عامل زي الراجل عجوز كده وهو بعدي في الشارع ما بيقدرش يعدل وحده طيب نعمل إيه؟ لابد حد قوي يسنده تمام؟ ابنه حد قوي في الشارع يسنده طيب الشين الساكنة هنا ما انفعش انطقها لوحدها وإياك تقول شأ؟ ولا شأ؟ ولا الش؟ لا ما ينفعش لابد حط حرفه قدامها يسندها طيب حطينا الألف همزة فتحة ينول إيه؟ أش شوف أش أش طيب لو ألف همزة كاسرة ينول إيه؟ الله ينور عليك يا حبيب والدي إش وكذلك لو ألف همزة ضم الله ينور عليك تمام كده؟ يبقى أش إش أش ولو خاش خش خش ولو كه كش 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 ولو واش 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 يبقى الحرف الساكن حرف ضعيف وما ينفعش أت ده أش يا أستاذ لابد أسمع صوت حرف الشين وأنا واقف عليه صح أو لا أش ما ينفعش أس ما ينفعش أس ما ينفعش أب تمام كده؟ يبقى لابد ناخد بالنا كويس الحرف الساكن حرف ضعيف ويوم ولما أقف على حرف الساكن كده لابد أسمع صوته ما ينفعش أقول أس وهو أش ده الشين شين شين شا شي ش صده لابد أسمعه أش إش أش باش 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 تمام كده؟ طيب يلا كده يلا جا احنا عرفنا حركات عايزنا نكتب كلمة كده ونحللها لمقاطع صوتية يلا يا حبايب يا حلون يا مقطاطين يلا يلا كده معاي أيوة كده برابو عليك يا تامور قول لي كلمة جادة يا تامور يلا في حرف الشين برابو عليك يا حبيب والديك بصوا كده يا حبيب يا حلوي احنا عايزنا نقول إيه؟ بصوا بصوا هنا هنقول مثلا آه اقرالي كده يا حبيبي شي مفتحة الله ينور عليك بعدها إيه؟ بعدها مد بالآلف يبقى إيه؟ رأى كسرة ري يبقى شا ري بأضم بو يبقى شا ري بو حلل الكلمة دي لمقاطع صوتية كده تامور يلا حبيبي يلا حبيبي ليه بقى الله ينور عليك يا حبيبي يا تامور تامر قال ايه يا حبيبي يا حلوين قال ايه شمع الالف يا أستاذ قلت له ليه يا تامور قال للمد مع الممدود قال للمد مع ايه مع الممدود يلا حبيبي يا حلوين كده ايه ايه على طول ده مقطع ودهاني يعني ايه مقطع صوت يا حبيبي يا حلوين يعني جزء من الكلمة حتة من الكلمة اقطعها اعرف انطقها لوحدها تمام كده يبقى شا لوحدها وقطعنا الرأو البق لوحدها برافو عليك يا تامور ايوة كده ما حب الناس الفيئة والصحية دي ايوة كده ماشي براء كسر لوحدها واقطع والبق كم مقطعك يا تامور برافو عليك يا حبيبي والديك تلات مقاطع تمام عايز بقى اجيب كلمة فيها سكون وهنشوف هات ايه هتقطعها ازاي تمام كده يلا يلا كده يلا حبيبي يلا اقطعها انطقها للاول كده بالتهجي الف همزة فتحة ا صح برافو عليك شن ساكنة ما ينفعش انطقها لوحدها ها اش ها رأ فتحة رأ يبقى اش رأ بقى ضم بو اش رأ بو الله ينور عليك تبقى اطعها لي كده بقى الالف والشيء ليه حبيبي ايوة الشين ضعيفة الحرف الساكن حرف ضعيف ما ينفعش انطقه لوحده وبرضو ما ينفعش انطقه لوحده يلا حبيبي بقى حلوي اهو الف همزة فتحة ا شين ساكنة اش اقطع لطول بعد السكون اقطع لطول ها رأ والباء مع بعضها رأ لوحدها والباء الله ينور كم اقطع برابو عليك يا حبيب والديك تمام كده ندخل بقى ندخل ايه ها ندخل فين اعايز اولياء الامور ينتبه الحاجة الكلمات اللي انا باديها في الحصة يا حضرات او في الحلقة باستأزنكم استأزنكم لابد نملل ايه نملل اطفالنا ها الاملاء الاملاء يا حضرات ما ننسهوش ويكون الاملاء بطريقة التهجي ما ينفعش اروح اقول له ايه ذهب محسنو الى المدرسة لا ما ينفعش ايه ذهب محسنو لا 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 الاول في مرحلة الحروف ديت كل كلمة كلمة واحدة باسم ما ليه كلمة 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 والكلمة تهجي استهج فيها تمام كده ازاي يا استاذ مثلا اشرب ما ترشت له اشرب وخلاص مش هيعرف اكتبها والله اقول له حبيبي اكتب الف همزة فتحة فاول كلمة ا شين ساكنة ما ينفعش انطقها لوحدها اش يبقى اكتب الالف رفاصة الايه الشين ما والالف من حروف الرفاصة من حروف الاسد من حروف الرفاسة يبقى اش الالف رفاصة الشين يبقى الشين اكتبها اش شين ساكنة رأ فتحة رأ هل الشين رفاصة لا يا استاذ مش رفاصة يبقى الزقها في الراء اش راء تب الراء رفاصة رفاصة الباء باء ضم بو اش راء بو سستهجها بهذه الطريقة علشان اقول لي الامر كل يوم في املاء حضرات وشجع ابنك هاتلو ابعت لي فيديوهات وانا ازحاله والله على هواء مباشرة مفيش مشكلة خلص ابعته اي فيديوهات يا جماعة مفيش مشكلة والله عندي لابد تشجع ابنك فيه اتصل السلام عليكم محمد واطمان من المفية عليكم شكرا منين من المفية برضو شبين لكم المنفية يعني بجد احسن نسبة تعليم فيها واحسن نسبة متابعة للحاجات التعليمية تمام يلا بصوا حبيبي انا هكتب لك كلمة انت في سنة كام سنة ماشي حبيبي هكتب لك كلمة تنطع هالي بالتهجي اللي احنا قلناها دلوقتي ماشي وتحليل هالي مخاطعة صوتية ايه رأيك ماشي حبيبي ماشي يلا ايه كلمة بسيطة خالصة اهيه يلا كده حبيبي انطق للكلمة دي كده هتجي لك دلوقتي على الشاشة دلوقتي واسمعني من التليفون تمام كده ويلا يلا مع واحدة واحدة معايا كده يلا بص وط التلفزيون خالص تشوف بس على التلفزيون وهي على الكاميرا الكاميرا دلوقتي جايبها لك دلوقتي على التلفزيون تمام وبصوا على الكلمة وانطق في التلفون انطقي الكلمة يلا الف همزة كسرة يلا ايه اللّه ينور عليك عالف همزة كسرة ايه شين الساكنة دي اعرف انطقLO وحدها لا بربو عليك يا حبيب والديك بربو عليك يا حبيب والديك يلا اه ده اقولي ايه بقى شين الساكنة اقول شاء ولا ايش ايش الله ينور عليك ها والروع دي فتحة صح را الر느 البعدها ما دل الألف نقولي ايه ها الله ينور عليك يبقى إشراف فأضم ما؟ إشراف الله ينور عليك إشراف دم عاوزينا حال الكلمة لما قطعها الصوتية كده؟ يلا حبيبي يلا قول هنقطع إزاي؟ هنقطع لألف لوحدها ولا مع الشين ولا الرأي؟ قول لي احنا دلوقتي هنحلل الكلمة المخاطعة الصوتية لاحظة لاحظة إسلام تمام؟ معايا حبيبي؟ نمت؟ ايه؟ فتلقى مساعدة؟ طبعا أنا هطاها لك أنا مفيش مشكلة ماشي؟ يلا بصي حبيبي هنا الألف همزة كسرة ايه؟ اهو طب في شين ساكنة هنا؟ في شين ساكنة نعمل إيه؟ الشين الحرف الساكن مع اللي قدامه على الأطول يلا حبيبي يا حلوين إيش؟ بعد السكون اقطع على الأطول إيش؟ الرأي لوحدها؟ ايوه يبقى المد مع الممدود المد مع الممدود اشراء تمام؟ الفائل وعدها يبقى دي واحد اثنين ثلاثة ثلاث مقاطع صوتية تب ممكن نكمل بقى حرف الصد تمام؟ تمام علشان الناس ليه؟ الصد يا أستاذة لا 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 عايزين نشتغل عايزين نشتغل بص يا جماعي اللي في الكنترول والله الأولياء الأمور والأطفال يعني فترة الحظر دي بزات بيستنوا أي حاجة تعليمية عشان أبنائهم ما ينسوش الحاجة فاحنا نتكاتف ونتعاون والله ده يبقى فيه ميزان حسناتنا تمام كده؟ طيب يلا النهاردة بقى هنتعرف على حرف الايه؟ الصد احنا اتفقنا يبقى معنا كراستين كراست كراست صوت الحرف كراست صوت الحرف تمام؟ وكراست ايه؟ شكل الحرف شكل الحرف وصوت الحرف يلا كل يطلع كل يطلع كراستي شكل الحرف كده حبايبها حلوين يلا تم معنا اتصال السلام عليكم شكرا عليكم السلام مين معي فنة؟ معي مدام أمال مدام أمال أهلا وسلام بحضرتك مدام طيبة أو أنت طيبة حضرتك أنا معي بنتين تواب وإحنا الصراحة دي تاني مرة نسمع كلابك فإيديك خمس سنين بسم الله من شاء الله ربنا يحفظهم لك يا رب في واحدة منهم هي اسمها أحلى شاهد وشايماء الشايماء اللي عايزة تعمل المداخلة مع حضرتك طيب ماشا أنا فعت أمرك يلا يا شايماء شايماء ولا شاهد؟ يلا ما كلم ألو يا شايماء ولا شاهد؟ شايماء ده بعاسل ده بالشواء اللي إحنا أعدنا مع بعضنا فيهم كده تعلمنا إيه؟ حارف إحنا رجعنا على حرف الشين دلوقتي تقولي كده حركات حرف الشين كده يلا أقولي لي؟ حركات القصيرة بس ها يلا حاجة بسيط هاي قصيرة يعني إيه قصيرة حبيبتي؟ يعني فتحة كسرة ضم شواء أيوة ها فتحة كسرة ضم الحركات القصيرة يلا شين فتحة؟ هاي هاي شين فتحة؟ شين فتحة؟ شايماء شين كسرة؟ شوشا ماشي شن ضمنت شو بصوا حبيبتي واحدة واحدة لا 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 واحدة واحدة نحن بس نقول حركات بس دلوقتي حلو شن فتحة شا شن كسرة شا شو شا لا مش شا ايوه تعالي بقى هنا تعاليلي تعاليلي شا دي مش عادة اسمحها خالص الشين الساكنة مش شا كويس لانت ايه بصوا حبيبتي بصيلي كده وتابعي الشين الساكنة مش شا أبدا أبدا اه بصي الشين الساكنة ما ينفعش نمطقها الوحدة وما ينفعش أقول شاء شاء اهي اللي انت بتقولي عليها اهي اهي شوفي شوف اللي اربطها بقى دي اللي شاء بصي حبيبتي دي شاء اوعي تقولي الشين الساكنة شاء ولا بقى ساكنة بقى اوعي حلو كده الشين الساكنة اش بش حش نش بش بش الحرف الساكن لابد احط له حرفه قدامه يسنده ما ينفعش اقول شاء مش شاء اهي ابدا ده اش بش حش نش واش ولا بود ده اسمع ووقف سكونة على الحرف اسمع صوته يعني الشين ما ينفعش اقول شاء ده كده الهمزة او الالف ما ينفعش ما ينفعش اقول شاء ابدا اش اوليه الامور ينتبه الحتة دي والزميلنا برضو ينتبه الحتة دي الشين الساكنة ما ينفعش اقول شاء ابدا اش وانواقف على الحرف كده اسمع صوته وانواقفه كده بخبزه بيتفلفز كده اهو اش اسمع صوت الحرف اش بش حش يلا بينا على حرف الصد تب ينفع النهاردة هناخد حرف الصوت تمام كده يعني استاذ سامر نهدى شوية على التيفونات نخلص بس حرف الصوت تمام وانا مش عارف انا وبص اي كاميرا مش عارف مش مشكلة تمام ماشي خلاص ماشي اه حبيبا حلوين نهاردة هناخد حرف الصد نطلع كراسة شكل الحرف عشان بس الناس اللي ما تفروش علينا قبل كده شكل الحرف يعني ايه منكتب الحرف ازاي يلا بينا يا حبيبي يلا كده يلا خلوكم معايا بقى حرف الصد اهو بص في الصفحة لعليمين في كراسة شكل الحرف يا حضرات خلوكم معايا تعالوا بصوا كده بصوا معايا كده لا لا يا اسلام يسهوني بقى شكل الحرف يا اسلام هنتعلم ازاي نكتب الحرف بصولي هنا يا حبيبي تعمل كده ياريت معايا اهو حاجة كده زي الرأي المقلوبة او زي الحاجب كده تمام كده يلا اهو زي الرأي المقلوبة أو الحاجب كده وده الصغيرة كده يلا ده الصغيرة أهو تمام كده ودي سنة سنة الصاد ونزل كده تاني أهو بصوا حبيبي هذه الرأي المقلوبة ودي الدال وقفل كده ماشي ودي سنة الصاد أهي أهي واخير هنوم كده تاني بصوا حبيبي اه دي الرأي المقلوبة ماشي ودي الدالة هي وقفل السندوق ده او الكسة دي بصوا اه وعمل زي واحد كده هنا كده حلو كده اه وقفل كإنها نوم تمام كده تاني تاني عشان الكسة دي بتزهق الناس في الصاد والضاد اه 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 دي الرأي المقلوبة هي حلو كده اول حاجب كده من اول السطر كده وعمل كده ودي الدالة هي وقفل كده تمام كده ودي كأنها واحد كده وقفل كده تمام كده قد الصاد يا حبيبي عشان نعرف نرسم حرف الصاد طب يا استاذ حرف الصاد كده منفردا تمام كده حرف الصاد منفردا اه في اول الكراس في الصفحة العليمين في الكراس قد الصاد هي نعمل كده يلا حبيبي ها يلا يا سجزة ده فين؟ ده فين؟ في الصفحة العليمين الصفحة العليمين تمام كده؟ ننزل بيها يلا حضرات تعالوا بقى نشوف حرف الصدفة أول الكلمة وحرف الصدفين في وسط الكلمة أهوه تاني بصولي كده حبيب أهوه هذا حرف الصدفين في أول الكلمة حرف الصدفين؟ طيب حرف الصدفة أول كلمة يا أستاذ بيمسك في اللي وراه مش حرف رفاص مش حرف إيه؟ مش حرف رفاص ماشي؟ مش حرف رفاص ماشي؟ يا أستاذ تامر أنا أركز أكتر على لحظة لحظة أستاذ رامي أركز أكتر على الصبورة يعني سبك من المحسن خالص أهم حاجة للكلمات تمام كده؟ حرف الصدفة في أول كلمة معي أو ليس معي يا أستاذ رامي ماشي أدي حرف الصدفة أهوه فأول الكلمة طيب عايزين مثال يا تامور كده؟ عايزين مثال يا الله؟ يلا حبيبي كده؟ الله يمور عليك أهوه صو بصو حبيبي حلوين أهوه شوف حرف الصد حرف الصده هوه أول الكلمة يا تامر تامر أنا أعاود يعني أعدي الحلقة بهدوء عشان فيه ناس فيه ضيوف هتدخل كمان شوي عاودة نخلص حرف الصد عشان ندخل البنات تمام كده؟ نشتغل عشان الناس في البيوت تستفيد حاجة بصوا حبايا اهو ادي حرف الصد فاول الكلمة ماسك في الوراء اهو حرف الصد مش رفاص حرف الصد مش ايه مش رفاص ادي الصد اهيه ماشي طيب صد فتحة صا بعدها ما ده بالالف صا حق كسرة صا حي بق ضم محمد عبدالسلام محمد عبدالسلام محمد عبدالسلام احنا هنشتغل ولا ايه صد فتحة صا صد فتحة صا بعدها ما ده بالالف صا حق كسرة حي يبقى صا حي بق ضم بو يبقى صا حي بو ادي الصد في اول الكلمة ماسك في الحرف اللي وراها عشان هي ما يشح من الحروف الرفاصة تمام كده تمام مناش حبايب حلو حرف الصد في وصف الكلمة شكله ايه ها يلا نشوف كده شوفوا اهو حرف الصد هو اهو لاحظة يا حبيبي حرف الصد هو لو ما سبقهوش حرف رفاص اهو ماسك في اللي وراه ولد لو ما سبقهوش حرف من الحروف الرفاصة تبعزين مثال يا تنمور كده يلا حبيبي برافو عليك يا حبيبي والديك اهو مين كسرة مين شوف الصد هيه تعالي شوفوا بصوا حبيبي حلوين اهو بصوا ادي الصد في وسط الكلمة ماسك في اللي قدامها واللي وراه ده لو ما سبقهاش حرف الرفاص اهو مصباحو ادي الصد في وسط الكلمة حبيبي حلوين يا مقطقطين ماسك في اللي قدامها واللي ايه واللي وراه ده لو سبق الصد في وسط الكلمة لو سبقها حرف من حروف الرفاصة نعملها ازاي؟ نرسمها ازاي؟ تعالوا نشوف يلا مثال عليها اهو يلا حبيبي اهو الف همزة فتحة ا شوف بقى الصد بقى شوف الف رفاصة الصد ازاي؟ تعالوا نشوف يلا اهو اص يلا واده الايه ادي الحاء واده الالف المد واده البال بص حبيبي كنه بص حبيبي حلوين ادي الصد في وسط الكلمة عشان ما وحيقول لكم مستر محسن قال ايه؟ ان الصد في وسط الكلمة بتمسك في الوراه واللي قدامها لا كلمة دي توقف مش عارف يقولك لا ده مستر محسن هاخطأ ولا ايه؟ لا لا يا حبيبي مش خطأ خالص لو في وسط الكلمة وسبق حرف رفاص الالف يلا الالف الدال الزال الراء الزاي الواو لو سبق الحرف دي لو سبقت الصد اهي رفاصة هاي طيب الف همزة فتحة ا صد ساكنة من فعشان نطهر يا استاذ لوحدها اص ح فتحة ح يبقى اص ح بعد الح مد بالالف اصح بأضم بو اص تعالوا بصوا كده واحد يعمل لي كده ويعمل السنة ويعمل لي كده لا يا حبيبي ده خطأ هي سنة واحدة بنزل بيها زي النون كده زي السن كده زي الشين اهي دي خطأ دي الصحة بتاعها ها تمام وناخد مثال عليها ونشوف الناس بتغلط ازاي يلا كده بينا حبيبي حلوين تعب نكتب كلمة كده يلا يلا حبيبي حلوين الله ينور علي ح ح فتحة ح رأى بعدها ما دي بالياء حاري شوفوا الصد بقى ها يلا خليكم عاية اعمل كده صح كده صح غلط هي سنة واحدة بنزل بيها عشان ايه الناس في ناس في أولياء أمور ما بياخدوش بالهم من أبنائهم بيعملوا سنة كده غلط بقى هادي هي سنة واحدة حبيبي حلوين يلا كده سنة واحدة بس بنزل بيها تمام كده ادي الصد فين في آخر الكلمة طب الصد في آخر الكلمة لو سبقها حرف من حروف الرفاصة نعمل نقف لأ طبعا ماشي يلا ادي الصد هاية بث بتوبى ايه منفاردة اهي ادي الصد اهي يلا بتوبى كده ادي الصد في آخر الكلمة لو سبقها حرف من حرف الرفاصة بتوبى منفاردة كده تمام كده زي LSاز ماشي ممكن نقول رأس ساكنة قر شوف الصاد اهي الرأة رفزت الصاد اهي اوه حد يعمل لي كده لا كده غلط ياسرنا واحدة بنزل بيها ماشي حبايب يا حلون يا مقططين اهي كده حبايب يا حلوين عادي تعرفنا على شكل حرف الصاد في اول الكلمة تعرفنا على حرف الصاد في وسط الكلمة لو ما سبقهاش حرف رفاص ولو سبقه حرف رفاص زي مص باحه واصحابه وتعرفنا على شكل حرف الصاد في اخر الكلمة لو ما سبقهش حرف رفاص تمام كده زي حريصه اهي وتعرفنا على شكل حرف الصاد لو كان منفرد انه سبقه حرف من الحروف الرفازة اهي قرصو نكتب الكلمات دي وننزل بيها في كراسة شكل الحرف في كراسة ايه؟ في كراسة شكل الحرف نقفل كراسة شكل الحرف خلاص ونفتح كراسة صوت الحرف يلا حبيبها حليون يا مقطاطين كده يلا ممكن يا استاذ الاسلام تركب الصوت عادل مين للبنتين شاطور لا انا ما الشاطر برافو عليك يا حبيب والديك ايوة كده انا لابد ده بجوة كده واخد بلهم كل حاجة يلا حبيبها حلوين نتعرف يلا على صوت حرف الصد يلا هنزغزغها اما ليه هنضربها اما ليه هنعملها ايه بالحركات حركات قصيرة وحركات طويلة يلا بينا كده حبيبها حلوين يلا صد فتحة صد صد فتحة صد فتحة صد فتحة اوة تقولي س اياك تقولي س صد صد حرف الصد من الحروف المفخمة حرف الصد من الحروف الايه مفخمة لابد ابوز وانا بقولها ما ينفعش ابتسم زي السين صد تمام كده ادي حرف الصد صد فتحة طب صد كسرة صد ضمة تمام صد فتحة كسرة ضمة ص ص ص صد فتحة ص صد كسرة ص صد ضمة طيب عاوزين مثال على صد فتحة يلا يلا حبيب حيو كده صد فتحة ص عاوزين مثال عليها يلا استهجأ كده استهجأ الكلمة حا فتحة حا حا فتحة حا فتحة حا فتحة صد فتحة ص يبقى حا ص ده الفتحة ده حا ص ده صد من الحروف المفخمة يعني مفخمة يعني غليظة بملبؤ بيها ص ص مش س تمام كده تمام يا حبيبي طيب صد كسرة ص صد كسرة ص صد كسرة ص صد كسرة ص عاوزين مثال كده حبيبي عليها يلا يلا صد مكسورة يلا حبيبي حلوين حد كده يلا طمور صد كسرة لا مصيبة يا أساس تامر فهما ديبلياء مصيبة فهما ديبلياء يلا صد كسرة يلا بص لا 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 مصر ساكنة بص نوم فتحة لا 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 صد كسرة ص يلا حبيبي حلوين نوم فتحة نا صد كسرة ص ناصل يا رأيكو صد كسرة ص صد كسرة ص يبقى نوم فتحة نا صد كسرة ص نا ص لم ضم لو نا ص لو تمام كده صد ضم ص صد ضم ص عايزيني الصد الضم دي بقى مثال عليها لا ساكنة عصفور يا حبيبي يلا ايوة برافو عليك صندوق برافو ادي الصد اهي يلا ادي الصد اهي ادي الصد الضم اهي عشان تشوفوها كويس اجعملها بلون تاني صد يا ساد زي محمد عبد السلام صد ضم ص ننسا كنا صن يلا دو قو يلا صد ضم ص ننسا كنا صن دا اللي بعدها مادي بالواو دو صن دو قو يبقى كده صد فتحة ص زي ح صاد صاد كسرا ص زي ن ص لو صد ضم ص صد ضم ص زي صندوق طيب بص حبيبي يلا كده دي الحركة القصيرة الصاد عايزين بقى دا ايه يلا مش معايا صد فتحة صاد 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 ضم طيب عايزين نمد بقى لحظة واحدة الحركات الطويلة يعني يا أستاذ يعني فتحة يا إسلام عايزين نشتغل يا جماعة صاد فتحة صاد ماشي دي حركة قصيرة دي حركة ايه حركة قصيرة حركة قصيرة يا أستاذ عايزين نمدها نمدها بايه عشان تبقى حركة طويلة نمدها بالالف تبقى ص تمام عايزين مثال على حركة طويلة الص يلا كده حبيبي حلوين هم الله هنا ورعلي ادي الصاد ايه صاد بعدها مد بالالف ص يلا ده الكسرة دي ص دي قفضم قو يبقى ص دي قو صاد بعدها مد بالالف ص ده الكسرة دي ص دي قفضم قو ص دي قو ص دي قو تمام الصاد الكسرة لحركة القصيرة دي صاد كسرة ص عايزين نمدها او عايزين نخليها حركة طويلة يا استاذ نعمل ايه نمدها بالايه يا الله معايا ها نمدها بالايه نمدها بالياء برافو عليك يا حبيبي والديك السيد زرام النهار دا نمدها يلا صاد كسرة ص ص ص ص عايزين المسأل عليها كده حبيبي يا حلوي لا لا مش ص ص خالص احنا عايزين الص اللي بعدها مد بالياء يا الله حبيبي رأ فتحة رأ رأ فتحة رأ ادي الص اللي بعدها مدinters بالياء الله ينور عليك تامر سازرة من بدع النهار را فتحة را الصاد بعدها ما ديبلي يا صي يبقى را صي را صي دا الضمة دو يبقى را صي دو را صي دو تمام الصاد الضمة ديبقى حركة قصيرة عايزين يمدهاها عايزين نطولها تبقى حركة طولة نعمل لها ايه يلا حبيبي يا حلوين ايه يا برافو عليكني مدها بالواو صح كده يبقى الفتحة بتحب مد بالالف الكسرة بتحب مد بالياء الضمة بتحب مد بالواو تمام كده يبقى صو يلا كده لا 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 يلا حبيبي يا حلوين يلا ادي الصادة هي صاد ضمة هي نعملها بلون تاني يلا حبيبي يا حلوين اهو صد ضم صو قد الفاء صد ضم صو بعدها مد بالباو صو فاء ضم فو يبقى صو فو تمام كده باقي كده حبيبي يا حلوين الايه السكون يلا كده عشان الاولاد يدخلوا دول وقت على طول يلا حبيبي ويدخلوا على هوا عادي خالص نهائي ان شاء الله تمام كده يلا هبيبي يا حلوين يلا زي ما قلتلك الصاد الساكنة ينفع انطع لوحدها يلا ينفع انطع الصاد الساكنة لوحدها ما ينفعش الحرف الساكن حرف ضعيف ضعيف ما يدرش يتحرك لوحده لابد حد قوي ماشي يساعده تعالوا نشوف كده يبقى اس 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 ما ينفعش صاق هو حد ينتقل صاق خالص هي اس وانا واقف على الصاد كده بس مع صوتها اس اس صاد اهي فيها صافير حتى اس تمام كده حص 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 اهي ادي الصاد اهي صاد الساكنة برضو اهي حص تمام كده بس بس بوس وهكذا طب المثال عليها كده سريعا يلا هبيبي يا حلوين ادي الف هامزة فتحة ا صاد ساكنة بقى هنقول ص لا طبعا اص يلا اصحاب تمام طيب نشوف بقى له اس 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 ناصر كده يلا هوا نوم فتحة نا صاد ساكنة نص رأضم رو تمام كده حبابي يا حلوين وفي الاخر نختم بايه نختم بشبكة الحرف ماشي تعالوا كده دخلهم لكده تعال تعالوا حبابي يا حلوين يا مقطاطين ايوة كده بحب انا الاطفال تعالوا حبابي تعالوا حبابي تعالوا حبابي اسمك ايه اسمك ايه عامل عاصل هنا منين عاصل وانت اسمك ايه حيبة حيبة ادي كلمة كده تستجه تستهجيها كده خلاص ايه رأيكو كلمة بسيطة تلوش ماجي واللي هتبقى احسن من التانية حدها جايزة خلاص بص حبابي يا حلوين كده بصوا كده احنا خدنا حرف الصد النهاردة صح؟ طب بصوا لكاميرا كده بصوا لكاميرا كده حبابي تعالوا حلوين بصوا لكاميرا كده بصوا لكاميرا كده حاوزن حركات حرف الصد احنا خدنا حرف الصد النهار ده صح؟ والحركات القصيرة بقى يعني ايه؟ فتحة وضم وكسرة وضم حركات القصيرة يعني ايه؟ فتحة فتحة وكسرة وضم برافو عليك والحركات الطويلة ماد بالالف؟ ماد بالياء؟ سي الله ينور عليك تعالوا كده اهنا حركات حرف الصد الاول ده ايه؟ صد فتحة؟ صد فتحة ماشي صد كسرة؟ صي برافو عليك؟ ايه بكي ده عسل صد ضمة؟ صو برافو عليك وإيه ده؟ محصة واحدة كده؟ طيب عايزين نمد الحركة القصيرة دي دي حركة قصيرة فتحة والكسرة وضم حركة ايه؟ حركة قصيرة عايزين نمد نطويلها زي عم محسن كده ايه رأيك؟ انت قصيرة صح؟ فتحة وكسرة وضم اما انا ايه؟ طويل صح ولا لا؟ صح؟ انت قصيرة انا ايه؟ انا طويل عايزين بقى نطويل الحركة القصيرة لزاي كده ايه؟ زي عم محسن كده حركة طويلة ها؟ نقولها ايه؟ صو صو الله ينور عليك طب الحركة القصيرة الصد هنا هي كسرة حركة قصيرة زي كده قصيرة صح؟ طب عاوزين نطولها بقى زي عم محسن نقول ايه؟ صي الله ينور عليك صد فتحة صد صد كسرة صد ضمة صد صد أجل ألف صد صد أجل أبلياء صد طب عاوزين الحركة ده هي دي ايه ضمة صح؟ لما نمدها نمدها لرجلها؟ برافو عليك افلها ايوا كده عسل دي اسمك ايه؟ عسل ايه؟ يبا تضمة بتحب المادة بالايه؟ المادة بالواو الله ينور عليك يا حبيبة والدك ايوا كده يبا صد مدامة بالألف صد فتحة صد صد مدامة بالألف صد صد كسرة صي مدامة بالياء صي صد ضمة صو مدامة بالواو صو طيب دي ايه بقى اللي انطاها هتأخذ جايزة دلوتي صو لا دي صد ساكينة يا حبيبتي صد ايه؟ صاكين هو الحرف الساكن بنا عرف ينطل واحده؟ ينطل الحرف الساكن لو واحده؟ لا ده زي الراجل العبوز زي راجل العبوز كده ماشي في الشارع يقدر يمشي في شارع واحده؟ ولا بيبا فيها عصائب يسند عليها؟ او او ما سمع ابنه او اي حد قوي يسند عليه صح؟ ايه نفسه يكال الحرف الساكن حرف ايه؟ ضعيف حرف الساكن حرف ايه؟ ضعيف حرف الساكن حرف ايه؟ ضعيف ينطل واحده؟ ما ينفعش يا حبيبتي حلوية يبقى الف همزة فتحة؟ اص اص الله ينور عليك الف همزة كسرة؟ اص برافو عليكم ايوة كده الف همزة ضم اص برافو عليكم يبقى الحرف الساكن حرف ايه؟ حرف ضعيف ما ينفعش انطل واحده وما ينفعش اقول ساق اص 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 تمام كده؟ حكت بكلمة كده مقه لكل واحده علشان نقطعها علشان ايه؟ نقطعها نقطعها حتد نقطعها بايه؟ نقطعها بايه؟ قولي نقطعها بايه؟ المقاطع الصوتية شوفوا عمقه منصور بقى استاذ جهبس في التقطيع تعالوا كده هنكتب كلمة ونشوف العسولة العسل اللي حتقطعها تمطعها الاول كده؟ يالله كده أس ينبقي احدها واحده كل واحده كلمة خلاص؟ مين هتكترين الكلمة دية؟ مين ف العش يالله انطراها لي كده واستهاجعها واحدة وحده برافو عليك يا ايوه كده يا عسل ده الف همزة فتحة اصحا فتحة يبقى اصحا بعدها ما تبقى الالف اصحا بقضى امه ابو تبقى قطع هالي كده طرف تقطع ايه تبقى اكتبالك تحت اهي هكتبالك هنا كده عشان انت لا حط قطع ايه ايه راجب بقى كده اهي على قديك كده يلا اقطع هالي كده مقطع صوتي عارف اتحلل ليها حل مقطع صوتي يلا تعرفي هنحللها ازاي هم حرف الساكن مع له قدامه يبقى مقطع واحد بصي هنعملك انا واحدة هنا اهي بصي عشان احلل الكلمة شوفي انا بانطهها ازاي اص يبقى دعي مقطع بصي اه اص انا بانطهها ازاي قولي كده اص ده مقطعه صح كده يبقى الساكن مع اللقه قدامه ده مقطع واحد حلو كده اص وقطع لطول بعد السكون اقطع لطول طب الحاق الوحدها هنا الحاق الوحدها لا انا بانطقها المد مع الممدود حا اهو يبقى الاتنين مع بعضها بك يبقى هنا الحرف الساكن مع اللقه قدامه والحرف المد مع ايه؟ مع الممدود اقطع والحرف المتحرك الوحده مبيعتمدش على حد قوي اهو كم مقطع بقى؟ واحد تنين تلاتي برافو علي انا اكتبك انت كلمة بقى ماشي اكتبك كلمة بسئلة صغيرة طيب ما تلاقيش يالله كنة انت بقى عصروا الله هنا وراعلي عين فتحة عين عصر عشان بس الناس اللي ايه لسه صغيرة عصر على فكرة مشاهدين الكرام دول لسه مدخلش الابتدائي تمام كده؟ تمام دول من حبيبنا يعني مبدعين بجد يعني ماشي تهرفت اقطعيها ها؟ طيب يالله اقطعيها كده قولي كده هاتلي بيت زي هم؟ حكتب عيني لوحدها؟ يالله نكتب ليجي هنا طيب يالله اهو اهو والد هزعي يالله اقطعيها يالله 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 حبتي اقطعيها يالله تعليك عشان نجلتك اهو اطعيها اطعي حبتي برحتك اعملك سطر هنا عشان دي مش علي يالله يالله ماشي دي الصد ايوه بس بص حبيت بقى بص كده بص كده بص كده لابده انت بتقطعوا لابده ايه؟ ما تنسوش الايه؟ تشكيل عص يالله ادي العين فتحة والصد سكنة يالله مرده الوحده او معاهم؟ برابو عليك على ضمة ايوه كده كم اقطع دول بقى احبت لا خلاص هو خلاص كده تمام كده كم اقطع كده؟ امم الله يكتب اتنين هنا بقى يالله ايوه اكتب اتنين هنا تمام كده؟ تمام بصوا حبايب احلول اسمك ايه؟ عاوزي تقولي حاجة كده لماما وبابا كده على الهوامة بشارة بص الكاميرا كده يالله يالله كده يالله قولي مين معلمك؟ من الشieg بتاك او المعلم بتاعك؟ مين بيعلمك؟ مسمين؟ او مستر مين؟ ماشا هذا يعلف بص حبيب قولي المابا وموا كده؟ قوله اي حاجة كده على الشاشة? يالله ولهم كلمة يامضه بحبك يا ماما بحبك يا بابا يالله بحبك يا ماما مش حبك يا بابا ايوه شوح لهم كده كله سنوه بطيبين طب قولوا لهم بقى اللي مش عايزون يسعليه ما قولوا لهم حاجة بقى ايه رايقوا في التعليم حل؟ حل طعب؟ تعرفت يقرأ القرآن صح أو لا؟ تعرفت تكتيب على الصبور وتطعرفت تطلع على هواه عازت تبقى ايه بقى لما تتباري؟ دكتور دكتورة وين تبقى؟ دكتور بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظكم يا ربنا يحفظكم ويحفظ أهليكم ويحفظ كل من تسبب انه هو يعلم حد شاهدين يا كرام يعني سعدت بلقائكم النهاردة كان يوم سريع شوية كل نفسي أطول أكتر واستمتعت بالطفلتين من يعقول ايه؟ من الحاجات الجميلة جدا اللي بيعملها نور البيان في مصر والوطن العربي وفي الدول الأجنبية كمان وخاصة الهند شاهدين يا كرام سعدت بلقائكم وأشكركم لحسن متابعتكم وإلى أنا ألتقي بكم الأسبوع المقبل أتركم فرعة الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته